نظم طلبة مدرسة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس اعتصاماً داخل مدرستهم مطالبين باستئناف التعليم بعد دخول إضراب عاملي ومعلمي الأونروا عن العمل الشهر الخامس بدون حل ويعد هذا الإضراب الأطول من نوعه منذ نشأة الوكالة ويبقي الأزمة قائمة دون بوادر لحلها لا سيما مع إعلان الوكالة مؤخراً عن وصول أزمتها المالية إلى الذروة بعد أربعة أشهر من الغياب يعود طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى مقاعدهم مع نهاية العام الدراسي لا ليتسلمون شهادة نهاية العام بل ليطالبوا معلميهم بالعودة إلى تدريسهم بعد أن فقدوا نصف العام الدراسي بسبب إضراب مستمر من قبل العاملين في وكالة الغوث بشوق كبير يدخل الطلبة مدرستهم التابعة للأونروا بمخيم عسكر الجديد في نابلس بعد انقطع دام لنحو أربعة أشهر دخلوها لمطالبة وكالة الغوث واتحاد العاملين فيها بإنهاء الإضراب المستمر منذ 120 يوماً لعلهم يعودون إلى مقاعد الدراسة التي أضحط مهترئة ويملأها الغبار قلنا بصف الثاني بس أخذنا الفصل الأول خذناش الفصل الثاني فهيك بس أعطونا شهادة واحدة بالشهادة الثاني إحنا درسنا بس فصل أول بس فصل واحد وإحنا اشتغلنا المدرسة فإحنا بدنا نرجع للمدرسة عشان إحنا عندنا المدرسة المسكر المدرسة الوكالة فيه من أول لخامس تأسيس عشت الكورونا فتدمروا الولاد الصغار يعني زي الأول وتاني وكالة الغوث إنه ما أعطت لكل طفل حقه في التعليم في الفصل الأول كتير أخذنا إضربات لكن كملنا لهذا الحمد لله أما بالفصل الثاني بس أخذنا الدرس وما كملناش الوحدة ولا عملنا إشي بدهم يطلعونا يعني عسادش وإحنا لا فهمين إشي ولا إشي يعني كل درس كل ما بفتح الكتب ولا إشي ما اختلنا صدح الطلبة بأصواتهم منادين وكالة الغوث بالاستجابة لمطالب اتحاد العاملين فيها ومناشدين العاملين في الوكالة الأممية بإنهاء إضرابهم ووضع حد للفاقد التعليمي لطلبة المخيمات ولمعاناة بقية اللاجئين ممن توقفت خدمات الصحة والنظافة والتعليم المقدمة لهم منذ بدء الإضراب بسبب إغلاق كافة المرافق طبعا المدرسة حاليا يعني صفت خرابة ما في هناك أي طالب دخل المدرسة منذ مائة يوم وهذا الحكي طبعا يعني بنحاول أن نذكر العالم أنه فيه هنا طلاب بداخل هذا المخيم بداخل مخيمات الضب الغربية كلها بحاجة إلى تعليم وحقه منهم يتعلم وفا اخترنا الفعالية أنها تكون بداخل المدرسة منذ مطلع العام الجاري أي بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني لم يحصل ما يقرب من ثلاثمائة وأربعين ألف طالب فلسطيني يدرسون في ثلاثمائة وخمسة وسبعين مدرسة تابعة للأونروا في مخيمات اللجوء على أي حصة دراسية وهو ما يفاقم من معاناة اللاجئين في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المخيمات على صعيد الصحة والنظافة والتعليم من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا بعد احتجازه لمدة خمسة وأربعين يوما سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثمان الشهيد أحمد طه من بلدة بديا غرب محافظة سلفيت إلى ذويه وللتأكد من عدم إقدام الاحتلال على سرقة أعضائه الداخلية حولت عائلة الشهيد جثمان نجلها إلى الطب العدلي في مستشفى النجاح في نابلس لتشريحه وكان الشاب أحمد طه ستشهد برصاص جيش الاحتلال في نيسان الماضي غرب سلفيت بعد أن أطلق أحد جنود الاحتلال النار عليه من نقطة الصفر عقب إجباره على الترجل من سيارته وبهذا يصل عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم حتى اليوم إلى 135 شهيدة كتوفى في استشهد في 27 أربعة ولحد اليوم كان جثمان ومحجوز عند الإسرائيليين وطبعا نعبوا في أصابناهم كبل أربعة خمسة أيام وهم يقولوا منسلموا اليوم يبلغوا الشهور المدنيين منسلموا اليوم منسلموا اليوم منسلموا اليوم منسلموا اليوم منسلموا بكرة اليوم أكدوا التسليم الساعة 11 على مدخل محافظة سلفيت وراحوا أخواني مع الشهور المدنية طبعا استلموا الجثمان الإسرائيليين وكان وضع حالة الجثمان عدد الرصاص الهائل طبعا اللي تم اغتياله وبجزء شافوا على مرأة العالم جميع كيف تم تصفياته واغتياله قبل شهر ونص وإلى الداخل المحتل حيث ارتفعت المطالبات الشعبية والرسمية بإقالة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن كفير بسبب موقفه المتعنت والمتواصل ضد علاج الجرائم ومصادرة السلاح غير المرخص وفي ضوء جريمة القتل الجماعي غير المسبوقة في منطقة يافة الناصرة التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص الخميس المنصرم حذرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في بيان لها من استغلال استفحال الجريمة لأهداف سياسية سلطوية مثل إدخال جهاز الشباك في المجتمعات العربية تحت غطاء معالجة الجريمة وكان رئيس حكومة الاحتلال بن يامن نتنياهو وجه الشباك إلى التحقيق في جريمة يافة الناصرة وفي الآونة الأخيرة شهد المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني المحتل تصاعدا خطيرا بنسب انتشار جرائم القتل إدراح ضحيتها عشرة فلسطينيين خلال ثلاثة أيام فقط ومئة شخص منذ بداية العام الحالي من بينهم ست نساء وطفلان الفلسطينيين في الداخل بالإضافة للتهميش الذي يعانون منه والنقص في المؤسسات والاستهداف تأتي هذه الجريمة تفتت هذا المجتمع من الداخل تفتت نسيجه وتدخله في حرب أهلية حرب عائلات حرب إصابات حرب جريمة منظمة ويعني الحلول المطروحة سواء بنكفير طبعا يقاتل بنكفير هذه مسألة مفروغ منها لأن بنكفير جاء وهو يتوعد هذا المجتمع يريد أن يسلح المجتمع اليهودي اللي يدخلوا في مواجهة مع المجتمع الفلسطيني يعني كل أفكاره عنصرية وهو لا يأبه بالفلسطينيين بالداخل بالعكس هو سعيد لهذا الأمر ولا يبدل أي جهد دخول الشباك أعتقد كل صبختين فالشباك متدخل الذي يحمي هذه العصبات ورؤساء عصبات الجريمة هو الشباك هم تحت رعاية الشباك يعملون هم محميون من الشباك الذي يستخدمهم كعملاء له وأيضا مسألة يعني محاربة هذه الظاهرة تحتاج إلى إرادة حققية وهذه غير متوفرة على الأقل هذا النزيف في نقل السلاح وسهولة وصوله للداخل معسكرات الجيش بعد هدوء شهده أمس السبت ولم يعهدوه منذ بداية النزاع استيقظ سكان العاصمة السودانية الخرطوم على دوي القصف والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع وكانت السودان شهدت هدنة تم التواصل إليها بوساطة سعودية أمريكية استمرت لمدة 24 ساعة ابتداء من صباح السبت وانتهت صباح اليوم لتشتعل المعارك في مناطق مختلفة من الخرطوم وأم درمان ووفقا لمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة فإن النزاع تسبب بنزوح حوالي مليوني شخص من بينهم أكثر من 476 ألفا عبروا إلى دول مجاورة ترح الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة مع تونس عبر برنامج يشمل مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو ومساعدة إضافية بقيمة 150 مليون يورو يتم ضخوها فورا في الميزانية ويأتي هذا الاقتراح في إطار برنامج من خمس نقاط قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية إرسلا فندرلاين خلال زيارتها إلى تونس ويشمل دعم مكافحة الهجرة السرية وكان الرئيس التونسي قيس سعيد زار بشكل مفاجئ مدينة صفاقص ثاني مدينة تنطلق منها غالبية المهاجرين غير النظاميين وقال إنه يرفض أن تكون بلاده حامية حدود أوروبا وإلى إيران حيث دعى المرشد الأعلى آية الله علي خامناء الحكومة إلى مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالتحقق من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني وقال خامناء خلال لقاء مع المسؤولين عن البرنامج النووي إنه يجب الحفاظ على التعاون مع الوكالة وتأتي هذه التصريحات في وقت استأنفت فيه طهران اتصالاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأشهر الأخيرة بعد جمود في العلاقة وتوتر بين إيران والوكالة رافقه فصل كاميرات المراقبة عن المنشآت النووية العام الماضي وكانت الهيئة الأممية أفادت في نهاية الشهر الماضي عن تقدم في التعاون مع طهران لطالما كان تاريخنا البشر مليئا بالنزاعات والحروب فقد شهد القرن الماضي وحده حربين عالميتين وأخرى باردة زادت من حدة سباق التسلح في العالم اليوم يعيش عالمنا حربا جديدة هي الحرب الروسية الأوكرانية ونزاعات أخرى هنا وهناك حول العالم لكن ماذا لو توقفت الحروب والنزاعات؟ وماذا لو ساد السلم العالمي هذا الكوكب؟ ماذا لو توقفت الحروب والنزاعات في العالم؟ عندما توقف العالم عن الحركة فرغت الشوارع وأصبحت وطيرة الحياة أكثر بطءا وهدوءا وأمنا حتى بالنسبة للطيور والحيوانات صمت دوي النزاعات في العالم ووضعت الأسلحة في أغمدتها لتتيح للحكومات مواجهة خصم غير بشري هذه المرة فيروس كورونا ضن البعض أن شلل كورونا سيتيح الفرصة للعالم لالتقاط أنفاسه من غبة صراعات السلطة وفرد النفوذ لكن ما إن انتهى الذروة الأزمة حتى اشتعل العالم مجددا بنزاعات أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية وبدلا من الاهتمام بالإنسان الذي توقفت الحياة من أجله في ذلك الوقت عاد صباق التسلح أقوى من ذي قبل لكن ماذا لو تعلم العالم درسه ولم يستأنف شرور الحروب وأزارها؟ لعل الجواب المباشر لهذا السؤال هو عدم وقوع الخسائر البشرية والمادية المرتبطة بالنزاعات العسكرية الدامية لو حدث هذا لم ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بنسبة ثلاثة وسبعة أعشار في المئة في عام 2022 ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ثنين وأربعة وعشرين في المئة من التريليون دولار ولذهب جزء على الأقل من هذه الأموال الطائلة إلى برامج التنمية والاستثمار الأمم المتحدة حذرت من أن واحدا وثلاثة أعشار مليار شخص ما يزالون يعيشون في فقر متعدد الأبعاد نصفهم تقريبا من الأطفال والشباب فضلا عن التحديات الهائلة التي تواجه العالم من تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي فماذا لو ضخت الأموال أو جزء منها في توفير التعليم اللائق والرعاية الصحية وأنظمة الحماية الاجتماعية وما دلو تحولت أموال التسلح إلى العلوم الطبية والتنمية الاقتصادية وحماية كرامة الإنسان الذي يتنازعون على حكمه بدلا من قتله في ظل عالم مدجج بالسلاح يعجز عن تخصيص التمويل للتنمية لعل السيناريو البديل عصي على الوصف فبعد الحروب الطاحنة التي شهدها قرن من تاريخنا الحديث فإن تخيل العالم بلا حروب يكاد يكون أمرا مستحيلا ترجمة نانسي قنقر